العالم كله مازال في مواجهة فيروس لا يرى بالعين المجردة البشرية كلها تقف الآن وحتى هذه اللحظة عاجزة عن مواجهة فيروس لا يرى بالعين المجردة سبحانك يا رب الترسان النووية الأمريكية والإيرباس والبوينج وكل الصناعات وكل العلوم الآن تقف عاجزة أمام هذا الفيروس الصغير تجري يا إنسان جري الوحوش غير رزقك لن تحوش صح أنا بقولها صح كده فيعني موضوع لازم يوقف قصاده كتير جدا لازم يقف فيه عبرة لكل البشر لازم يقف فيه عزة لازم يقف فيه أنت تريد وأنا أريد والله يفعله ما يريد يعني شيء محير وظاهرة في 19 و20 ستقف أمامها أجيال كثيرة جدا عشان نعيد ترتيب أولويات المجتمع الإنساني كله مين هيبقوا النجوم في المجتمع؟ هل ستظل الأضواء مصلطة على نجوم السينما ولاعب الكرة؟ أم سنعود إلى المعمل عشان نؤمن بأهمية البحث العلمي عشان نؤمن بأهمية العالم عشان نؤمن بأهمية الطب عشان نؤمن بأهمية العلم والتدريس والدراسة يعني كل الناس رؤساء الجمهوريات الشعوب قادة الجيوش كل العالم وقف عاجزا أمام فيروس لا يرى إلا عن طريق المايكروسكوب الحقيقة أمر محير ولو أنت حضرتك بتتحدث في القاهرة في باريس في لندن في واشنطن في أي مكان في العالم حديث واحد يعني محدش عنده حاجة زيادة بل أدعي وأنا يعني صلتي بالمجتمع الفرنسي لا تنقطع يوميا الأسر اللي زينا في فرنسا الوضع عندهم أسوأ إيطاليا أسوأ وأسوأ حتى في المرحلة اللي كانوا فيها في الأول زينا كده كان عندهم القرارات أعنف وهم مش من نوع اللي بيرعي حكاية البعد الاجتماعي أوي زي عندنا لا هم وهم بصراحة برضو يعني ما احترمنا وتقدرنا ليهم سلوكياتهم في الشوارع ما فيهاش الجدعانة بتاعتنا ما فيهاش الحتة دي والناس اللي عاش ببرا تعرف الكلام ده كويس فإذا على كل مجتمع أن يتدبر أمره على كل أسرة أن تتدبر أمرها على كل إنسان أن يتدبر أمره الموضوع ما فيهاش قوة أو ضعف إمكانيات دول أو عدم إمكانيات دول الموضوع فيه ويبوكس لو رئيس أمريكا أو رئيس روسيا وقفوا يقولوا لشعبهم حاجة مش هيقولوا غير النظافة الشخصية ما عندوش حاجة تانية يقولها له وما زالت الدولة المصرية بكل مؤسساتها تواصل منظومة مرتبة تواصل منظومة نكحة مبنية على الشفافية الأعداد اللي بتطلع تبلغ بيها وسائل الإعلام وتبلغ بيها المجتمع كله وفي نفس الوقت لا نستبعد شيئا يعني عندنا سيناريو للمرحلة الأولى ولا قدرالة تانية أو لما أبعد من ذلك عندي بس مشهد عايزة وريل حضرتك من بنك الشعب إيه بنك الشعب ده؟ بنك الشعب ده الصروة بتاعتك ملكك أنت اللي دافع فلوسها ملكك بقى اللي هو بقى إيه؟ الخزنة التقيلة اللي هو وقت الجد بتغطيك ألا؟ طب من إيه؟ مني؟ مني ومن دمي وعرقي وتعبي ومجهودي إيه بنك الشعب ده؟ الجيش الجيش ده بنك الشعب أنت اللي حطت فيه فلوسك وحطت فيه الأهم من كده ولادك وزير الدفاع ورئيس الأركان دول ولادك مصري بن مصري قياسا بقى لحد آخر جندي تعلموا في معاهد عسكرية أنت اللي دافع تمنها ودايما بقى إيه؟ في وقت مفيش حروب فهو أحباه عنده قطاعات مختلفة صحة حرب كيميائية كباري أنفاء طرق معدات دي مصر ده بنك الشعب تعالوا نشوف رئيس الأركان نهارده حقيقي الفيديو عمل روح بكده من الاطمئنان عند المصريين رئيس الأركان نهارده تفقد عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد الفريق محمد فريد النهارده إدى إشارة اطمئنان للشارع المصري في معنويات الصبح كده وإحنا بنشوف هذا الفيديو ارتفعت عند الناس اللي هو إيه أنا جاهز بالسيناريو بي أنا عارف كويس جدا أن القوى المدنية ومؤسسات الدولة تعمل وباحترام وباحتراف للأمانة في هذه الفترة لكن أنا عندي بقى بنك الشعب جاهز في أي لحظة عشان لا قدر الله نساعد أي جهة من الجهات زي ما حصل في موضوع الأمطار خلونا نشوف الفريق محمد فريد النهارده طمنا إزاي وولادنا في القوات المسلحة ورهونا صورة مشرفة نشوفها مع بعض قام الفريق محمد فريد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة بتفقد استفاف عناصري ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا المستجد ويأتي ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطريقة واستمع الفريق محمد فريد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة إلى عرض تفصيلي للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة لمجابهة فيروس كوفيد 19 حيث قامت إدارة التعيينات بالاحتفاظ باحتياطات عاجلة من المواد الغذائية الاحتياط الواحد يكفي لقوة 20 ألف فرض جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية على تكليف القوات المسلحة بأي مهام كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين من خلال إدارتي الخدمات الطبية والبيطرية العديدة من الإجراءات منها التثقيف الصحي والتدريب على إجراءات شؤون الصحية والوقائية على كافة المستويات كما قامت إدارة الإطفاء والإنقاذ للقوات المسلحة بتطويع عربات ومعدات الإطفاء من خلال تزويدها بقواذف الأكرون وتعبئتها مسبقا بالمحالي المطهرة لاستخدامها مباشرة في أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة وذلك باستغلال 24 عربة إطفاء بطاقة 12 طن للعربة بجميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وتطويع وحدة طرد الهواء العملاقة للعمل كوحدة تطهير مسطحات ومباني وجاهزية إدارة النقل للقوات المسلحة ووحدتها لتنفيذ التأمين بالنقل لمكافحة فيروس كوفيد-19 من خلال دعم إدارة الحرب الكيميائية ومعاونتها في توفير المياه اللازمة لتقدير محاليل التعقيم والتطهير ونقل جميع المعدات الطبية ومهمات الوقاية والمواد الغذائية كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح توضحي للإجراءات المتخذة من جانب إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة التي قامت بدراسة إجراءات منظمة الصحة العالمية لمكافحة آثار فيروس كورونا على الإنسان والبيئة المحيطة به لتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس وإجراء التعقيم والتطهير للأفراد والأسطح والأماكن المفتوحة والمغلقة كما تم دراسة المواد والمحاليل المستخدمة التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية وتضمن العرض امتلاك إدارة الحرب الكيميائية إمكانية التحليل الفيرولوجي للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة بي سي آر كما تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا وأشاد الفريق محمد فريد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة المكلفين بهذه المهمة معربا عن اعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمات هذا وتواصل القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري فيديو حلو حسن راسي مرفوع ورايا جيش ورايا جيش بحاله يحمي ويخطط وقت الشدة موجود دي بلدنا وده التخطيط اللي احنا بنشتغل عليه تحية القوات المسلحة وتحية لهذا التقرير في هذا التوقيت وتحية لرئيس الأركان في هذا التوقيت يعني حصل نعمل اطمئنان في الشارع المشهد جماعة مشرف يعني أنا آسف يعني مين في المنطقة عمل اللي احنا عملنا ده مين في المنطقة ذاكر من بدري مين في المنطقة ورى لشعبه أنه جنبه بهذا الشكل رصيد المصريين البنك الشعبي الأول هو الجيش ده اللي انت استثمرت فيه أهم شيء استثمرت هو أولادك ثم أموالك ثم تعبك وكرمتك وعلمك اللي بيحميه هذا الجيش صحة المصريين ليست فقط لدى المؤسسات المدنية لكن هي أيضا أمانة لدى القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر